لولة ده كمان انك تعمل ده او تعلن عن شكل الدور الجديد في المصر المقبل من خلال التواجد في العاصمة الادارية دي حاجة رائعة جدا وقام مصري لازم يكون فخور بالتطوير والبنية التحتية اللي بتتم في كل ارباء جمهورية مصر العربية طيب انبارح كان الاعلان عن شكل ودرع الدور الجديد وكان كمان الاعلان على شكل الكورة الكورة الموحدة اللي هتلاعب بيها الدوري خلال المصر المقبل ودي كانت نقطة اكيد الكل كان بيحاول يشتغل عليها الفترة الجاية لازم تكون فيه كورة موحدة ما فيش حاجة اسمها كورة في مطشي هنا غير هنا وعلى مصر الحمد لله بيرفرف فوق العاصمة الادارية وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر طيب عايز انابه بس الحاجة بسيطة بعد الاعلان عن شكل درع الدوري وانه في التصميمات عايز اقول قبل التصنيع النهائي للصور اللي وزعتها ربطة الاندية مكتوب عليها EST 1984 هي المفروض تكون 1948 يعني انطلق الدوري 1948 مش 1984 ففي خلال التصميم نتمنى فيه تدارج لهذا الموضوع عشان قبل اهو قدامكم نحط على الصورة هي مكتوبة 1984 يا جماعة هي 1948 طبعا دي العام اللي انطلق فيه بطولة الدوري العام نتمنى بإذن الله الفترة اللي جاية يتم تدارج هذا الخطأ عشان لما يتم تصنيع بقى الدرع او التصميم الجديد يكون بشكل سليم الدوري بدأ 48 الاهلي كان اول بطل ليه حقق اللقب مع بداية البطولة تسع مرات متتالية ووصل للقب 42 وان شاء الله بيقترب خلال ساعات من اللقب 43 واربعين الدرع القديم لو انت حابب بقى تحتفظ به كاتحاد كورة اعتقد يعني من حق الاهلي انه يحتفظ به هو حد خد الدرع ده اكتر مني اطلاقا ده انا واخد الدرع ده 42 مرة او بلاش كده 43 مرة يعني 3-4 اضعاف اقرب المنافسين فاكيد الدرع القديم ده يدخل المتحف الاهلي ويبقى احتفاظ مهم جدا لغاية لما يطلع بقى الدرع الجديد والتصميم للموسيم الجديد كان فيه لقاء مهم جدا مع الاستاذ عامر حسين المشرف على ادارة المسابقات وعدو اتحاد الكورة بخصوص دوري هذا الموسم والاستعداد للموسم الجديد والحفل المتعلق باطلاق اسم جديد على دوري ربطة الاندية المحترفة خلال الفترة اللي جاية نطلع نتابع كلام من الاستاذ عامر حسين ونرجع لانه عندي ملفه مهم جدا متعلق من هو حكم مباراة القمة بين الاهل والزمالك الخميس المقبل